أدلة تحريم الذبح لله بمكان يذبح به لغير الله من الطاعات التي يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى ذبح الذبائح الشرعية التي تذبح على اسمه جل وعلا وطلبا لمرضاته سبحانه ولتكون هذه الذبائح خالصة لوجه الله تعالى لا تشبوها شائبة من شرك أو معصية منع الشرع الحكيم من الذبح في مكان يذبح فيه لغير الله تعالى ومن الأدلة الشرعية التي تحرم ذلك قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين تدل الآية الكريمة على تحريم الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله وذلك قياسا على نهي الله تعالى لنبيه الكريم من الصلاة والإقامة في مسجد الضرار الذي بناه المنافقون ضرارا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفرا بالله ليحادوا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وليفرقوا به المؤمنين بأن يصلي فيه بعضهم دون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيختلف بسبب ذلك ويتفرق وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانا فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد قالوا لا قال هل كان فيها عيد من أعيادهم قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم أخرجه أبو داود وفي الحديث تنبيه على حرمة الذبح في المكان الذي يعبد فيه غير الله تعالى حتى لو كان نذرا لأنه إن كان يعبد في المكان غير الله لأصبح نذر معصية لا يجوز الوفاء به وهذا يدل على شدة حرص الشريعة على سد كل طريق موصل للشرك أو فيه شبهته